في إطار دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الخطة الوطنية للتشجير الهدفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين رعى معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فعالية غرس الشجرة رقم 150 ألف وهي الشجرة الأخيرة التي يتم زراعتها ضمن مبادرات الخطة الوطنية للتشجير العام الجاري 2022 ويأتي تنظيم هذه الفعالية احتفاء بتجاوز الخطة الوطنية للتشجير هدفها المعلن لهذا العام من 140 ألف إلى 150 ألف شجرة موزعة على مختلف محافظات المملكة أي بواقع عشرة آلاف شجرة إضافية وبزيادة نسبتها 107.100 107% وبهذه المناسبة رفع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء اسم آيات التهاني والتبركات إلى سموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الإنجاز الذي يعقس حرص واهتمام سموه بواحدة من أكثر المبادرات الوطنية الدعمة لاستدامة الموارد الطبيعية والتوازن البيئي تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وهداف التنمية المستدامة ولدى وصول معالي موقع الفعالية في ممشى مجامع الأفينيوز البحرين كان في مقدمة مستقبليه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وسعادة المهندس وائل بن ناصر رمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وعدد من المسؤولين وخلال الفعالية أكد معالي أن تجاوز الخطة الوطنية للتشجير هدفها المعلن هذا العام يجسد جدية مملكة البحرين في مواصلة جهودها الرامية إلى الاتزام بخفض الإنبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2035 والوصول للحياج الصفري عام 2060 وذلك على نحو يدعم الجهود الدولية لمعالجة التحديات المناخية إيمانا من المملكة بأهمية التصدي لأثار التغير المناخي بشكل تكافلي على جميع الأصعدة وقال معاليه إن زراعة الأشجار الملائمة لمناخ وبيئة البحرين بما في ذلك شجر النخيل التي تعد جزءا من الهوية الزراعية الضاربة بجذورها في تاريخ المملكة تسهم في تعزيز النظام البيئي عبر ما تقوم به من دور حيوي يتمثل في تحسين جودة الهواء بشكل مباشر والحد من العواصف الغبارية والرملية وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة والمحافظة على التنوع الأحيائي من النباتات المحلية وأعرب معاليه عن أمنياته للفريق القائم على الخطة الوطنية للتشجير والذي يضم عددا من ممثلي مختلف الوزرات والجهات الحكومية بالتوفيق والسداد ليواصل جهودهم المقدرة تحقيقا للغايات المنشودة ويأتي اختيار النخلة لتكون آخر شجرة تزرع ضمن مبادرات الخطة الوطنية للتشجير لهذا العام تعبيرا عن مدى الاعتزاز بهذه الشجرة وما تحمله من رمزية ودلالات وطنية وتاريخية وبيئية وغذائية كونها الشجرة المحببة والأقرب إلى نفوس أهل البحرين والمنطقة ويشار إلى أن خطة التشجير في مملكة البحرين تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035 مع زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات بحسب أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 كما تتضمن الخطة عددا من المبادرات منها زيادة الأشجار في المشاريع الحكومية وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير السياسات الداعمة للتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير تشرفنا اليوم بزيارة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة ناف رئيس المجزراء رئيس اللجنة الوزارية المشاريع التنموية والبنية التحتية بزراعة الشجرة 150 ألف ضمن الاستراتيجية الوطنية لمضاعفة تشجير في المملكة بما أشك في الوصول إلى هذا الهدف كان نتيجة تعاون فريق البحرين مختلف الجهات الحكومية في الوصول إلى الأهداف التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس المجزراء وولي الأهد الأمين حفظها الله وراءه بإذن الله هذه الخطة مستمرة لغاية العام 2035 فيما تعلق بزيارة الأشجار وزيارة نبات القرب دعم سمو سيدي وولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء عفظ الله وراءه لدعم مبادرات تغير المناخ وتحديد أهداف للتشجير سنويا إلى الوصول إلى الهدف الرئيسي عام 2035 قمنا اليوم بتدشين هذه المبادرة اليوم مملكة البحرين اختتمت الهدف في 2022 بتحقيق الهدف بما نسبة 107% أكثر من المعدل المطلوب فنتطلع إلى الخطة العمل القادمة إن شاء الله في 2023 و2024 هناك برنامج عمل واضح وهداف واضحة لعدد الأشجار ونوعية الأشجار لمملكة البحرين في السنوات القادمة